موسيقى موسيقى السهله وسهله فيكم من جديد زي ما احكينا موضوع حلقتنا لليوم وسؤال التفاعل بيحكي عن الصحة النفسية هو موضوع في اهتمام عمله بكتر عليه في كل أنحاء العالم ويمكن رجع الموضوع تسلط عليه الضوء أكتر بآخر فترة مع الأحداث اللي عملنا بنمر فيها بمختلف دول العالم والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا شان هيك وعشان نحكي مع متخصص في الموضوع سيكون معنا عبر سكايب السيد عمر المقابلة أخصائي هندسة النفس البشرية بس الخير سيد عمر أنا سعيد بوجودي معكم اليوم أستاذ محمد واسمح لي من خلالك وشاشتك الكريمة أنا مسي على جميع الأستاذ المشاهدين وأتمنى لهم من الله تعالى صحة عافية وأن يرفع الله على الغمة وأنه إن شاء الله تعود حياتنا طبيعتها المعتادين عليها آمين آمين مهندس أنا بدي أسألك بداية هلأ بالنسبة للمصابين بالفيروس اللي إن شاء الله رح يتعافوا بعد ما تخلص هاي الأزمة رح يكونوا بحاجة لإعادة تأهيل نفسي ومش بس هم يمكن الناس اللي الحمد الله يعني ربنا رحمهم وما نصابوا بالفيروس كمية الخوف اللي عاشوا فيها فما بين مصابين وغير مصابين هل رح نحتاج لتأهيل نفسي بعد ما نمرأ من هاي الأزمة آه سؤال ممتاز بوقتو أستاذة يعني علي تسمحي لي من فضلك ذكرت الكلمة كتير مهمة ذكرت كلمة الخوف يعني هي محول هذا الحلقة وهذا اللقاء يعني الإنسان بطبعه بخاف والخوف شيء طبيعي حتى نحن ما نعمل الخوف كابوس لكن الخوف اللي بيتعدل حد المعقول هو اللي بيعمل علينا نسترس وبيخلينا ننتقل من الخوف إلى القلق الصحة النفسية اللي تحدثت عليها الأخ محمد في بداية اللقاء يعني هي زي الصحة البدنية لها مقاومات يعني مثلا لو سألتيني إيش هم أهم المقاومات فينها مقاومين أساسيين مقاوم بدني يعني صحة كيمياء جسمي الفايتامينز الموجودة جواي وهذا الجزء للأمان أنا مش هستثمر فيه كثير حروع على مقاوم آخر للصحة النفسية يتعلق بالعقل وطبيعة الأفكار اللي بتسيطر علينا أختنا عليها أي فكرة تتداوليها في عقلك ما تلبث دقائق حتى تتحول إلى كيمياء وتنتشر بكل أنحاء جسمنا حتى جسمي يشعر بالأفكار اللي أنا بفكر فيها فانتخابنا لأفكار لا سمح الله أفكار سلبية أو أفكار الخوف هذا يعني أن الكيمياء اللي أنا بغذيها لجسمي هي على الأغلب أيضا كيمياء سلبية وهي نقطة كتير كتير مهمة لأنه نحن يعني جهاز المناعة اللي هو مفروض موجود لحمايتنا من الأعداء الداخليين والخارجيين هو متفرغ لحمايتنا لكن إشغاله بأعداء خارجيين مثل الخوف والقلب هذا للأسف وللأمانة يقلل من فعالية نظام المناعة نعود للسؤال الأساس هل الناس بحاجة فعلا لدعم نفسي إن كان قبل أو بعد والله هو الدعم النفسي نحن بحاجة له بجميع الأحوال والظروف الإنسان اللي دخل هاي التجربة وخرج منها بسلام هو في الغالب وضعه النفسي ممتاز لأنه وضعه الصحة أيضا ممتاز الخوف وين أستفيد من هاي النقطة يعني أختنا عليها أستفيد من هاي النقطة أنه بعض من الناس اللي أصيبوا بالمرض وتسببوا فيه لناس آخرين يعني أنا تعافيت من المرض لكني تسببت فيه لأهلي لوالدي لوالدتي وأنا عم بشوف والدي عم بصارع الموت بسببي هنا في تحدي نفسي تجربة صعبة أنا بنصح نعم صعب على الجميع لهذا نحن من خلالك اسمحيلي من شاشتكم الكريمة نترجى ونطلب من السادة المشاهدين من إخواننا المواطنين الأمر إذا تسببت فيه العدوى للناس أمر مش هيكون سهل عليك خلينا نلتزم مع بعض زي ما بحكينا دائما وزير الصحة ونتقيد في التعليمات ونحاول قدر الإمكان يعني في هالأسبوعين اللي إحنا فيهم إن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة أختي عليها أنا أتكلم معك من صاحب اختصاص يعني أؤكد لك أن الحياة بعد كورونا هتكون حياة مختلفة كليا حياة جميلة حياة مختلفة كليا تعالوا نصبر قليلا نتعاون مع بعض نتحمل بعض التحديات لكي نعيشها معا إن شاء الله بعد هذا المصاب سيد عمر إذا بدنا نحكي عن الأثار النفسية اللي ممكن يتعرض لها الأشخاص اللي بيعانوا من الفيروس أو اللي يتأثروا بالأخبار ترتبعت الفيروس كثير هل عملا بنحكي عن مشاكل زي الوسواس القهري عملا بنحكي عن مشاكل إلا دخل بالتروما إيش نوع المشاكل اللي ممكن يواجهوها لأشخاص وكيف ممكن يتجاوزوا هالمشاكل آه تمام هلأ يعني ألأ 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 الصوت أو الوحيد لعبين ما لعبين ما نرجع إن شاء الله سيد عمر يكون معنا نحكي نعلق الخط للتلفون بدي أحكي لك رجع الخط رجع الخط رجع معنا أستاذ عمر أنا سامعتكم أنا أختي تمام كنا عملا بنسأل إيش المشاكل الممكن يواجهها الشخص اللي أصيب بالفيروس وتعافى أو الأشخاص اللي كانوا كتير خايفين من موضوع الفيروس هل وساوس هل هي تروما صدري إيش نوعها نعم هي لا شك إنه الإنسان لما يدخل في تجربة يعني إليها النتائج وفيه لها دروس مستفادة النتائج كما حكيت لك النتائج السلبي لما كون أنا تسببت في أدى لغيري وهي قد تمتد معي شيء يسمى جلد الذات أو أتذكر أحد أنا تسببت له بالأدى وممكن يكون الأدى وفعه يعني مو بسهولة أن أنا أقدر أتخلص من هذا الأمر ويبقى مصاحب لي طوال حياتي لذلك أنا متأكد أن الفريق الصحي الموجود في المستشفيات الآن اللي عم بعالج مرضانا هم يرعوا هذه النقطة وأنا متأكد أن فيه شخص نفسي ضمن الفريق يهدي من روع هذول الناس ويقولهم أن يكونوا مطمئنين بأن إن شاء الله الأمور ستعدي على خير فلذلك بدهم دعم نفسي بعد إن شاء الله ما تعدي هذه الأزمة ورب العالمين يعني كفيل أنه لما خلق هذه الحياة زي ما كنا نحكي دائما أوجدنا مقوماتها بالتأكيد ستستمر الحياة بجميع الأحوال نحن أخي أخي محمد المغربين نحن بحمد الله بوطننا بالأردن نعيش في سلام ما عنا تجارب من هذا النوع في حياتنا ما عنا خبرات سابقة لعنا حروب الحمد الله ولا مجاعات حياتنا بسلام لذلك نحن من أكثر الشعوب شوية بتلاحظ كيف وقفين مع بعض بطريقة كثير جميلة لأنه نحن نكسب خبرة جديدة وإن كان فيه نعم ردود فعل سلبية لكن بالنهاية أيضا فيه استفادة ونحن سنكون أقوى أنا أؤكد لك وأؤكد لأختنا علياء أنه نحن بعد كورونا أقوى بكثير مما كنا قبلها على المستوى الشخصي على المستوى المناعي أعطيك خبر إيجابي أستاذ محمد له علاقة بسؤالك اليوم ألمانيا تعلن تطلب من الأشخاص الذين تشافوا وأصيبوا بالمرض وغادروا المستشفى أن يعودوا من جديد ويعطونا بعض من الدم لأن دمهم أصبح علاج لزملائهم المادة البيضاء كورية الدم البيضاء اللي في دمهم جواها المناع على هذا الفيروس فصاروا همي علاج تخيل أني أنا أخي محمد بعد ما كنت مصاب بالسرية تحكي معايا المستشفى تعال في واحدة دم واحد منك أنا ممكن أنقض عشرين أو خمسين مريضاً هذا اليوم العلم والصين كانت أعلنت عنهم فهي في نتائج إيجابية وأكون واقع أكثر منك وبدو أيضاً في نتائج سلبية قد تكون نعم من جراء هذا المرض طب أستاذ عمر بدي أحكي لك بما أنه عم نحكي على التكافل الاجتماعي قد له تأثير من التكافل الاجتماعي للعلاقات الأسرية بيخطر لي سؤال الأطفال كيف هلأ الواحد بقدر أنه بدون ما يخوفهم أنه يفهمهم اللي عم بيسير حواليهم يفهمهم أهمية أنهم يتعاونوا مع أهليهم أنهم يتأقلموا مع الوضع الخطير يفهموا اللي عم بيسير حواليهم بدون ما أنه أنا أعمل له عقدة نفسية للطفل هذا سؤال بكي والله أختي عليها أنا من فضلك أستخدم كلام بسيطة أنا قدامي الآن اللاب توب أختي عليها تخييلي أنا لو رحت على اليوتيوب وعملت سيرج على قناة رؤية ما هيعطيني اليوتيوب؟ هيعطيني كل القناة الصفحة الأولى زائد خمسين خيار جنبها أنه كلها العلاقة في قناة رؤية يعني الخيار الأول الثاني الثالث الرابع عقل الإنسان يعمل بنفس نظام اليوتيوب أخي محمد بيسمعني وهو فني ومهندس اتصال بيعرف أنه أنا لن بعمل سيرج هنا بالفرنت لوب على الخوف فبيعطيني خمسين خيار فأنا بتنقل من خوف لخوف 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 كسر هاي السلسلة هنا بيجي دور الأطفال كسر هاي السلسلة بأنني أعمل سيرج على شيء جديد أني أطلع أولادي وأطلع أسرتي من هذا المود الذي نحن عايشين فيه صغيرنا أسبوعين وهنا بيجي دورك أختي علياء وبيجي دور أخي محمد أخت نهاية وقناة رؤية أنه إحنا ما نظلنا بث مباشرة 24 ساعة عن المرض والله عم بتقلب من قلة لقناة بتحاول تغير المود هنا بيجي دورنا وأنا شفت قناة رؤية اليوم في النهار كان عندكم برامج تقليدي بعيدة عن المرض وبعيدة عن الفيروس حنحاول مع بعض ونقول لأولادنا يا أبنائي تعالوا نعمل أنشطة جديدة تعالوا نتسلم اليوم الناس بتقول لك المطالعة والله أختي علياء في ناس بحياته مطالعة قبل حتى قبل الكورونا فليجي نقولوا تعالوا الآن جيب كتب أقرأ لا، نقولوا الملتي ميديا نقولوا تعالوا خلينا نقرأ على نحضر لنا فيلم جماعي في البيت فيه هيكا بعض من الأشكال المراح فيه بعض من أشكال التعاون فيه بهذه الطريقة نخرج أولادنا حتى وأنفسنا كمان من هذا الموذ السلم شكرا جزيلا سيد عمر يعطيك ألف عافية ونشكر إلى وقتك ونصائحك لكل حدا بيحب برضو الاستيزادة من الموضوع في كتاب بلش بالأون الأخيرة إنه إن شهر أكتر اسمه The Psychology of Pandemics لستيفن تيلر تقدروا تلقواه أونلاين تقدروا تشترواه من مختلف المواقع الكتاب جدا بيحكي عن موضوع النفسية وكيف نتعامل نفسيا مع الأوبئة وأخذن بنصيحة السيد عمر